ازاي حاجةك فاضلته الشيخ اهلا وسهلا ومرحبا بكم مهلا بيك انت بقى الاول قبل اي حاجة خالص انت قلت مقدمة حلوة اوي احنا عاديم مع بعض عن حوة نعم علشان النص التاني بتحوة يعرف تعمل معها ازاي نعم هستأذن حضرتك بقى تقول نفس الوصية دي للنص التاني تمام الدين الاسلامي يهتم بالمرأة باهتمام بالغ ليه لان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول النساء شقائق الرجال ولذلك لو تأمننا في القرآن هنلاقي ان صورة النساء ونسأل هنا سؤال هل في صورة الرجال لا طبعا لا في صورة النساء ومن بدايتها خاطب الناس كلهم يا ايو الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها ذوجها وبث منهما رجالا كثيرة ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبة وفي الصورة دي احكام المراس والاحكام اللي تتعلق بالرجال في صورة النساء صح اشارة من الحق تبارك وتعالى ان احنا نهتم بالنساء ولذلك في حجة الوداع وهي الحجة الوحيدة يعني برغم منها الحجة الوحيدة لكن عشان بعدها مباشرة مات النبي صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الاعلى النبي صلى الله عليه وسلم تحدث في خضبة الوداع بوصايا ومن اهم هذه الوصايا وصيته بالنساء قال نبينا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقنا من ضلع وإن أعوج الضلع أعلى وليوأف هنا فإنهن خلقنا من ضل احنا بنسمع بعض الناس يقولوا فإنهن خلقنا من ضلع أعوج فيش رواية بتقول إنهن خلقنا من ضلع أعوج أبدا فإنهن خلقنا من إيه من ضلع يعني من ضلع من آدم وإن أعوج الضلع أعلى لازم أي ضلع يبقى فيه إيه يعوجاش في العلو بس ده مش عيب عند المرأة مش عيب عند الانساء نعيز حياتك بقى إيه تفاهمها لهم كده بطريقة الكل يبقى فاهمها عشان نخش عطلش في الموضوع بتاعنا إن شاء الله يعني فاهمها لهم إزاي إن دي مش عيوب في المرأة ما تستخدموش كلام ربنا في إن انتوا تأثروا أو تجيبو أو تزمو في المرأة أو تتهموا المرأة أو تتهموا المرأة نعم ليه يعتبر هذا لعوجاج وهل لعوجاج ده خير ولا شار أكيد أي حاجة من عند ربنا خير خير أكيد تمام خير ليه و تلاتة استقامتهم في عوجاجهم تلاتة في الدنيا استقامتهم في إن في عوجاجهم المرأة والدنيا والمنجل المنجل يعني الشرشرة اللي بنحصد بها الأمحة أو البرسيم أو 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 لو الشرشرة مش لو عيدلة تحصد لا هتبقى سكينة مش مش هتبقى خلاص ما تنفع لازم تبقى عوجة كده عشان تلم الأمحة وتلم البرسيم وتحصد صح تمام تمام الدنيا لو الدنيا كلها حلوة وما فيهش عيوب وما فيهش أخطاء ما حدش هستفاد حاجة منها خلاص بقتش تبقى عدنيا مش هتبقى درس أصلا مم ما بقتش إيه ما بقتش دنيا بقتش دنيا مم يبقى نخلينا في الآخر على طول وخلاص وفي الجنة وما ننزلش هنا صح ما بقاش في حساب وعقاب خلاص بقى هي كل حاجة حلو تمام تمام ولذلك النبي ذكر لنا حديث قدسي عن الحق تبارك وتعالى لو أن هذه الأمة قائمة على أمر الله لا تخطئ صح وإنما تصيل لأبدلتها بأمة تخطئ فتستغفر الله فيغفر الله له صح وما أنا لو ما عنديش خطأ هستغفر على إيه صح يبقى ما فيش داعي تمام وكذلك المرأة طب المرأة إيه عوجاجها تمام إيه عوجاج المرأة وخير ليه لأن المرأة فيها حنان ولذلك حتى في آية الزواج ومن آيةها أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم إيه مودة ورحمة سياج الأسرة والحفاظ عليها وبقاءها في المودة والإيه والرحمة طب لو المرأة ما عندهاش الحنان نائبة في قسوة في وما ترداش تتجوز هتتزوج ليه عندها مال وعندها 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 عايزة الرجل في إيه مدام ما فيش حنان وهتعوز أولاد ليه خلاص أنا عايش أنا وجوزي حتى لو رد بإني كلها زوج عشان شهوة عاجلة مثلا طب وهخلي أولاد ليه ما أنا مش محتاجة وأنا عندي خدم وحشم وعندي كل حاجة آي وصح ماشي يبقى عطفة البنوة ها؟ والأبوة ها؟ موجودة عشان هي عندها ها؟ العطفة للأولاد وحب الأولاد والرحمة والرحمة ولذلك الحق تبارك وتعالى بيقول على رحمته مائة جزء اتدخل تسعة وتسعين ليوم القيامة وجزء فيه يتراحم الناس فيما بينهم حتى وإن الدبّة لترفح حافرها ع الرضيعها خوفاً وصفقةً عليها شوفي الدبّة من الجزء ده من الجزء ده صح طيب في جزء تاني للمرأة ومهم جداً 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 وبنقول عليه إنه هو يعني أعوش عشان كده إنها ضلع أعوش شهادة المرأة نص شهادة الرجل باتنين رجل باتنين من النساء ليه؟ لإنه عندها العاطفة آه ممكن تغلب عليها ممكن لو حصت إن الرجل ده هيتعدم وهاتطقطع رأبته فتجزب تخدها الشفط بيحصل جديد أو الموضوع ده صح يبقى ما بقاش إيه؟ ما بقاش عيب ما بقاش عيب طب لما نيجي نقول إنها ما بتصليش زي الرجل على طول بيعتريها الحيض ويعتريها النفاس ويعتريها ده مش عيب عنده؟ لا ده حاجة من عند ربنا ده حاجة من عند ربنا وصحيا مفيدة جدا لها نعم تمام؟ يبقى إذن ما هو شعيب عند الإيه؟ عند المرأة عند المرأة